اشتركوا في القناة لكن تذكروا شبابنا أن كانوا في ناس معنا من الشباب وتوفاهم الله سبحانه وتعالى في حوادث سيارات بسبب الرعونة بسبب السرعة بسبب التحفيص والتفحيط مثل هذه الأمور فالآن بلغنا رمضان نجد أن البعض لا زال يسرع في السيارة لا زال عنده رعونة لا زال مستهتر بالآخرين لكن اللي مثلكم وشرواكم ما يستخدم مثل هذه الأمور ونجعل رمضاننا فرصة في أن نحن نتخلى عن السرعة والاستعجال وإن شاء الله لاحقين على الفطور ولاحقين على السحور أهم شي تكونون بخير وشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة